المهم استكمالاً للكلام اللي كانت نهواند بتقوله لحضراتكم مبارح بالفعل تلقى النادي الأهلي خطاب واضح جداً وصريح جداً من الاتحاد المصري لكرة القدم خليني أقرى لحضراتكم الخطاب زي ما جيه بالزبط وبعد كده أكيد هنعقب عليه لأنه أكيد ترتب عليه أمور مهمة جداً نحب نحن نوضحها لحضراتكم جماهيرنا في كل مكان تلقى النادي خطاباً من اتحاد الكرة يؤكد فيه الأخير على الاستجابة والحرص الكامل منذ توليه المسئولية اعتقاء بالحكام لأعلى المستويات وأن الاتحاد تعاقد مؤخراً مع الخبير الأجنبي مارك كلاتنبرج وأسند إليه رسمياً قيادة المنظومة التحكمية بالكامل ابتداء من 10-28-22 وبخصوص ما جاء في الخطاب الذي أرسله النادي لاتحاد الكرة منذ أيام وأشار فيه إلى خطأ حكم الفار في مباراة الأهلي وباركو في الدوري أكد اتحاد الكرة في خطابه على أنه بالفعل تم تحالة هذا الملف كاملاً منذ أيام إلى الخبير الأجنبي كلاتنبرج بوصفه المسئول الأول عن منظومة التحكيم للتحقيق في كل الأوضاع القانونية والتقنية وأيضاً اتخاذ ما يلزم من قرارات تصويبية لكن حسب ما جاء في خطاب الاتحاد أنه طبقاً للوائح المنظمة لا يمكن الإعلان عن أي عقوبات يتم توقعها على الحكام وذلك لصالح استقرار المسابقة ولكل أطراف المنظومة الكروية أعتقد إلى حد كبير كلام منطقي وعقلاني والحمد لله أنه في استجابة للمنطق عشان الواحد كان قرب يفقد الثقة تماماً في أن في ناس حاب أن المنطق يكون سائد لا أنا بتفهم معي